السلام عليكم اليوم شواتنا دي الفيسي ان شاء الله غدي تقدم لكم بسيطلات سميني بسيطلات اللي تيجي رائعين وفيتلي ايا قدمتم لكم هدي مدة لالاربع سنين والاخمس سنين غدي نعودهم لكم اليوم ان شاء الله مجددا لناس الجدود اللي يدخلوه ما كيكتشفوش هاد الوصفات اللي عندي من قبل غدي نحتاج واحد المعلقة كبيرة لالزبداء اللي غدي ندروه في واحد المقلق اللي غدي تطيبوض غيض غيه هادو واحد اه يعني اه المبتدئين باش يتعلموا انهم يدروا اللبس طيلة اه لرأسهم سفينا غدي نخلي انا الزبداء كالدوبلية من بعد غدي نرميع لها واحد الكمية ديها اللبس وغدي نبدأ كن نشحر فيها كنتي ونجيبها في ذاك الزبداء من بعد غدي نجيب لها صدر الدجاج اللي غدي ندروه من فوق منها غير لمدة واحدة دقيقة هاكا يعني تنزل شي شوية صافي وغم بعد غدي ندلها صدر الدجاج هادو الطريفات هي الصدر ديالدجاج اللي شفتوهم عندي كمية صغيرة يعني واحد صدر صغير حنا غدي نضيف شوية ديالغرقوم وكذلك غدي نضيف السكين جبير وغدي نضيف البزار كذلك غدي نضيف الزعفران شعرة والملح وهنا غدي نضيف عويدات ديالغرفة يكونو كبيرين باش حيتي يتابعو انه نهزوهم صافي هنا غدي نقاك نشحر في العناصر وننتيها ونجيبها باش نخليها كتشرب ديك دجاج ديالنا كي يشرب ديك العطرية وغادي نهني هادي نقطع ليه باش غادي تدخلو لذيك الشرمولة ومن بعد غادي نهز عو تاني منوع ليه وغادي نبقى عو تاني كنحرقو بنفس الطريقة بحلي كنشحره ومن بعد غادي نضيف له واحد شي شوية ديال الماء باش غادي يتابلينا لا بده ما يمكنناش حنا رحنا كان قليو رحنا ذا بخصنا يتابلنا هنا يبعد ما غادي نقبل من الماء غادي نضيفه شوية ديال القصبور وشو شوية ديال المعدنوس انا عندي ديال مجميد من الاحسن يكون طريق الى كان عندكم طريق كان افضل لما كانش ما عندكم ما تديروا اضطروا انكم تديروا لو ضروري من اللقاء الكمية وما تكونش كتيرة بزاف يمتوسطة ديال القصبور ومعدنوس هنا قديم قطع ما كان نخلط دق العناصر كاملة وكانشحر فيها ما تنسوش البنات بارتاج وتعليق زوينة ورحنا عارف لكم بانكم كتبعونا وحقا ما حقا راني كان عارفك اختي انا متبعك مش على دي انا متتبعة قديمة تكون دائما تكونوا حيين معايا ودائما متوجدين معايا ودائما بتعليقين حضرين كان ما كان نساكمش انتم ما تنسونيش المهم بارتاج وتعليق زوينة وقليب وما تنسوش القلب لايك هنا زيت لها واحدة كمية ديال ما من بعد قطيت عليه تاطب على خطره ومن بعد غادي نهزدك الصدر هانتوما شتوما ما تدلو شتوما البنات بستهلا ما كان دل شتوما هنا هزيت ديك الصدير دانيانة وهنا هزي نبقاك نحرك في ديك البصيرة لحتك هدي تشرب لي الما ما يبقاك بحليقة تبخر صافي عليها تشكل هكا هدي تشرب لي المريقة هانتوما غادي يدقى دقا وهنا غادي نجيب واحدة ربعا ديال بيضات كبار من الحاجب الكبير وهانتو ما شتو الماء ما بقاش في ديك العطرية الماء ما بقاش في ديك الخلطة وهنا غادي نبقاك بزربو بزربة انكم تخلطوا البيض انا كنا هزر علمو مبتدئين بزربة خلطو وماشي تخلطوه تاكي يجري لكم خسكم تخلطوه غيب العقل يعني باش يبقى لكم ذاك البيض متكاتل يعني ماشي جاري بحال هاكا مره مره قتخلطوه هكذا وكاتت تحبسو يديكم وكاتتو ما كتتحركو باش كي يجيونا ذاك البيض معزول سافي نايم بعد ما غادي شرب اليوم زيان انتم مشتو ما بقاعد القاوام شرب في ديك البيض وشلوين ديالو تورج عمزيون بالنسبة لليبزار عندكو تكتروا منو الليبزار دائما كان دروح اللي كمية قليلة على سكين جبير سكين جبير سكين جبير مشي مشكلة هنا كان نسمبل معلقة متوسطة كبيرة ديال القرفة وكان دير سكر لحسب الطوق ديالكم اللي كان عندو السكريات ينقص ولي عندو يبغي البزارة تكون معقولة من السماء ماشي حلوة أو تانيكة تقطع المهم تكون معقولة انتم مشتو الكيمية هنا غادي نجيب داك اللاصوس ولا داك الحل التعميرات اللي درت ضروري اننا نديروها في شبيكا هادي قاعدة من الوليدة ديالي الله يرحمه وهي وجميع المسلمين بهذا النار كتصفيها باش ما كان جيناش البزارة الجارية ولا تقطع لنا الورقة انتم الماء اللي نزل واخر انني شربتها سافي هنا غادي ننقبط الورقة ديالي فيلو غادي ننقبطها هكذا هادو كانو شاطولي وجمعتهم كل هم هاد الوراق ودرتهم فمكان وحاولت انني ندير بيهم هاد بزارة هادي سافي هنا غادي ننقبطهم غادي نقطعهم بالمقص انا غادي نقطعهم يعني شراء يحرق لوقها بحل سيور ومبعد ما غادي نقطعهم سويرات بحل عاد الشكل هاكا جمعهم كاملي كارين وتقطعوا يارات الورقة ديال البستالة ديال المغرب را غادي جيكم مزيوينة واياكم تديروا البستالة الورقة دليال المربعة ديال الشينوى را ما غادي جيكم شمزيونا باش نكونوا على طفا قديروا معاها البستالة ديال المغرب النازل المغرب او لا الورقة ديال الفيلو هادي هي اللي كجي معها روعة سافي هنا غادي نقطع هادي طريفات هاكذا سيور بحل هاكا كمية فانتما غادي تشوفوه هم كيفاش غادي نحلهم بيدكي كيقولوا بحل الخيوط سافي ها يا غادي نقبط غادي نكملهم انا كاملين غادي نضيف كمية بكمية كمية بكمية ما ممكن ليش نديل كسار باش ما يتعجنوا لشيال لان هذه الورقة اللي فيله حساسة بزاف ما خصاش ترغن و ما خصاش تتميع الزبدة والزيت وتخلطه وضع الزيت سهيه كافيه هنأخذ ليمون أدعوها كبيره فهم الكبير فردي يمكنك أن تضيحهم ثم سوف نضيحهم بزيته ضروري ومؤكد ونضيحهم بزيته ونفرش احباً ارى الوردقاء ما رأيتها قدامكم انا اقوم بتعيشوا مع الفيديو وتمشيوا معها دقة دقة باش تركزوا شنو كيفية تجيكم الحاجة مزيونة صار في هنا بالنسبة انا اررتكم وحيدة نجيب داك الدجاج اللي هزيتو شن تفتو بحلها تشنتي فيها وداك الصلصة اللي تستقطرات اللي مزيين غاد نخلط العناصر كاملة سوف نخلط الحناصر كاملة باش نساجمو باش ملا ما نديروش شي حاجة اخرى هادو ساهلين هادا وبساطلات ما كترتش فيهم شي انا ندير اللوز انا ندير يعني بحل بسطلال كبيرة يعني لكس بسطلال كبيرة خاصة هادو بالنسبة كي يصلاحو غير الفطور منهم حلوين ومنهم فتيتين ما نحتاجوش نديرو هادوك البساط اللي كيكونو اللي فيهم اللوز لداخل ديك شما تيجوش مزيين بززاف المغرب بالنسبة للإفطر في رمضان كي يجو إلا كونت يا دي الدراع راضة ولا هادا المهم درت لكم طريقة مبساطة سافي هنا عادي نقبطها راكم نحطيت لكم عادي نحط لكم في اول تعليق البسطيلة كبيرة طريقة ديالا كيفاش كنصوبة باش ما تقولوش اويدي مالها شتى مدرتش اللوز اه يا ناري شوفو المهم طريقة كيف كتشوفوها خطبقوها كي تجي روعة هنا كملتهم كاملين دخلتم على الفران محرارة متوسطة على مئة وسبعين وستين سافي هنا تحمروا لي بعد قبطهم اقلبتهم بغيتوا تخليهم على ذاك الوجه خليهم بغيتوا تخليهم على هكا لحسب انتو ما ليمون اللي عندكم كندير سكر غلاسي فوق منهم وكنزينهم بالقرفة خطوط ولا كيف مما بغيت انا بغيت هاد ليمون اللي عاجيب درسوا بحال هاد طريقة باش كيميجيهم في نيونين سافي كيكون هكا الشكلية لهم وكنتمنى ان نرى فيديو يعجبكم يكون بسيط وسهل على قلبكم وممديرهم لوليداتكم الافراد العيلة جوا عندكم ضياف المهم كي قلتكم درت لكم اقتصاديين ورائعين وهكذا كي يجي الفينال لهم كانتمنى ان نرى فيديو يعجبكم ان شاء الله وغادي تشوفو النص من الداخل كيفاش كي يجي ورا كيجي ومقرمشين البنات وكيجي ورائعين هذا هو الشكل النهائي دمتم في رعاية الله كي قلت لكم ما تنسوش تعليق ما تنسوش برطاش وحبكم في الله ورمضان كريم وعوش لكم برقاء بصحة وسلامة وبشمك اتمنى هادو الوصفات الاقتصادية مع نالية الفاسية